شاشة دبي ريسنج في هذا المساء الجميل وانطلاقة ثنايا أصحاب السمو الشيوخ انطلق قبل قليل أحد أشواطنا وهو التاسع في الترتيب العام بالنسبة لأشواط مساء هذا اليوم الجميل مع الثنايا المحليات الأصائل الستة كيلومترات من تحدد مساري هذا المساء نسير مع المركز الأول مباشرة تسيطر هناك الفائزة على مقدمة الشوط لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة محمد بن مسفر بالقوبة على المركز الأول تليها بالمركز الثاني النصيبة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي في تضميرها نقل على المركز الثالث والثالث المراكز هناك تأتينا البارعة تعود ملكيتها من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير نقل على المركز الرابع ورابع المراكز بين القسى الهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطار بن سيب بن لاحج الهاجري في تضميرها نقل على المركز الخامس في هذه اللحظات وتأتي في خامس المراكز سرابة من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير وسادس المراكز هنا الهدى الهدى من هجن الرياسة عيسى بن احمد بن مطار بن مايد الخيالي تثبت براعتها تثبت جادارتها على المركز الأول تثبت شعار العاصفة وهجنها يا السلام حمد بن راشد بن غدير يقودها إلى هذا الموقع الحساس والجميل والرائع هناك المركز الثاني الهدى الهدى بشعار هجن الرياسة عيسى بن احمد بن مايد الخيالي يأتي مضمرا مع هذا الاندفاع ومع الهدى على المركز الثاني يا السلام يا السلام يا السلام نعود إلى مقدمة الشوط نعود في هذا الانطلاق الهدى الهدى غيرت تبادل المراكز ما بين الهدى وما بين البارعة الهدى عادت إلى المركز الأول إلى المركز الأول بشعار هجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي يضمرها ولكن هناك لازالت مشاهدين العزاء البارعة كذلك تنافس وتنطلق على المقدمة الثنتين يا سلام شوف هناك شوف مشاهدين العزاء شوف الهد وشوف البارعة شوف الهد وشوف البارعة مشاهدين متابعين الكرام يا سلام الأمتار الأخيرة البارعة والهد الهد والبارعة البارعة تهانينة لهجن العاصفة على فوز البارعة بالمركز الأول المركز الثاني وصلت فيه الهد من هجن الرئاسة المركز الثالث احتلال أيضا من هجن الرئاسة بينما المركز الرابع هنا الوصول مشاهدي العزاء من مياسة لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والمركز الخامس وصلت في شواهين من هجن العاصفة هكذا كان هذا الشوط المثير الذي حمل لنا هذه التحديات والتنافس ما بين البارعة وما بين الهدى ولكن بشوف تمكنت البارعة من الفوز قطعت المسافة في تسع دقائق وثلاثين ثانية وخمس اجزاء من الثانية تهنينة لهجن العاصفة تهنينة لحمد بن راشد بن غدير وصلت الهدى في المركز الثاني بتوقيت زمني تسع دقائق وثلاثين ثانية خمس اجزاء من الثانية تهنينة لهجن الرئاسة وكذلك التهنينة موصولة لعيسى بن احمد بن مايد الخيلي بينما وصلت في المركز الثالث بهذا الانطلاق الجميل والتحدي الرائع كذلك على الشاشة التلفزيون التي احتلال قطعت المسافة في تسع دقائق وثلاثين ثانية ثمانة اجزاء من الثانية من هجن الرئاسة بقيادة عيسى بن احمد بن مايد الخيلي هكذا كان الشوط الذي وصل وانتهى في تاسع الاشواط ولكن نسير ونعود مع شوط آخر